موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أعزائنا الطلبة من خلال شاشة فضائية العلاقة التربوية نقدم لكم حلول الأسبوع الرابع من خلال الأسئلة التي أرسلت في الأسبوع الماضي سوف نستعرض من خلال لهذا الأسبوع قسم من أجوبة طلبتنا الأعزاء التي أرسلت من خلال شاشة فضائية العلاقة التربوية عن طريق التعليم عن بعد نلاحظ أعزاء أن الطلبة كان بمسألة سؤالنا ألا وهو أو أسئلتنا لاختبار الأسبوع الرابع عن أسئلة طلبة صف الخامس العلمي بخصوص الفصل الثالث ألا وهو الدائرة وكان قسم من الأسئلة أعزائي الطلبة كسؤال أول وسؤال الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس سؤال الأول جد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها أكس ناقصاً خمسة لكل تربيع زائداً واي زائداً ثلاثة لكل تربيع يساوي أربعة وستين وكذلك بقية الأسئلة وكان أسئلتنا لهذا الأسبوع هي وكأنه يعني شوان مثل ما نقول خلاصة ما يستنتجه الطالب من خلال الفصل أو موضوع الفصل الثالث القطوع المخلوطية أو الدائرة نستعرض قسم من أجوبة طلبتنا لعزاء نلاحظ أرسلت كثير من الأجوبة وعذراً عزاء الطلبة عن استعراض جميع الأسئلة بالتأكيد لأن لا يسع الوقت استعراض جميع الإجابات عفواً بشكل كامل مثلاً وصلتنا كثير من الإجابات من خلال محافظة بغداد محافظة صلاح الدين محافظة كربلاء لكن نشكر مديرية تربية صلاح الدين لأن هناك كثير من الطلبة التي كانت بتواصل مستمر عن أجوبة طلبة طلبة صرف الخامس العلمي وأيضاً بالتأكيد لا يسعنه إلا أن نشكر جميع مديريات تربية جميع المحافظات من الشمال إلى الجنوب كان السؤال الأول جد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها X ناقصاً 5 لكل تربيع زائداً Y زائداً 3 لكل تربيع وكان السؤال استخراج مركز هذه الدائرة ونصف قطرها نستعرض قسم من الإجابات وكان خيارنا ألا وهو الطالب الحسن عمار حامد الخامس الإحيائي من ثانوية أفق للبنين فما يتعلق بالنسبة للسؤال ألا وهو جد مركز ونصف قطر الدائرة فكانت المعادلة عزيزي الطالب X ناقصاً 5 لكل تربيع X ناقصاً 5 لكل تربيع زائداً Y زائداً 3 لكل تربيع سوى 64 كان الطالب موفق بالتأكيد عزيزي عزاء المتابعين من خلال إجابته بشكل كامل فبإيجاد مركز الدائرة ونصف قطر الدائرة وأيضاً سوف نستعرض الجواب بشكل كامل ألا وهو بالتأكيد من خلال عزيزي الطالب من خلال الإجابة ومن خلال المعادلة القياسية للدائرة نستطيع مباشرةً استخراج مركز ونصف قطر الدائرة من خلال المقارنة بالمعادلة القياسية للدائرة ألا وهي X ناقصاً H لكل تربيع زائداً Y ناقصاً K لكل تربيع يساوى R تربيع إذن يمكن استنتاج مركز ونصف قطر الدائرة مباشرةً من خلال المعادلة القياسية للدائرة فنلاحظ فالH رح يكون عندي لو ألاحظ عزيزي الطالب من خلال المقارنة سالب H يساوي سالب 5 إذن مباشرةً استنتج إذن H يساوي موجب 5 وهو يمثل المسقط السيني لمركز الدائرة أما سالباً K يساوي موجب 3 إذن K يساوي سالب 3 إذن سوف يكون مركز هذه الدائرة هو 5 وسالب 3 أما نصف القطر سوف يكون R تربيع يساوي 64 وبجذر التربيع للطرفين إذن R يساوي 8 هنا عزيزي الطالب بالتأكيد الأبعاد لا يمكن أن تكون مقادير سالبة فمباشرةً أنه نصف القطر بعد هو بعد أي نقطة تنتمي للدائرة ومركز الدائرة فيجب أن يكون هذا البعد مقدار موجب فكان عندي نصف القطر R هو يساوي 8 ننتقل للسؤال الثاني سؤالنا الثاني ألا وهو جد معادلة الدائرة التي مركزها نلاحظ عزيزي الطالب ألا وهو سالب 3 وأربعة وتمر بالنقطة 1 و 7 شو يريد أسألي فآن ياك عزيزي الطالب لإيجاد معادلة الدائرة نحتاج لأمران مهمان جداً ألا وهو نصف القطر ومركز الدائرة فلإيجاد معادلة الدائرة نحتاج مركز الدائرة ونصف قطرها هنا لو ألاحظ من خلال معلوماتي بالنسبة للسؤال ذكرني بالسؤال جد معادلة الدائرة التي مركزها سالب 3 وأربعة فالمركز معلوم سالب 3 وأربعة لكن هناك مجهول ألا وهو نصف القطر كيفية إيجاد نصف قطر هذه الدائرة أعطاني معلومة وتمر بالنقطة أي من تمر بالنقطة؟ أي بمعنى الدائرة تمر بالنقطة وأعطاني إحداثي هذه النقطة المسقط السيني والمسقط الصادي وبالتأكيد بما أنه الدائرة تمر بالنقطة إذن هذه النقطة تحقق معادلة الدائرة فيمكن تعويض هذه النقطة بمعادلة الدائرة وهذا عزي الطالب بمعادلة الدائرة وتمر بالنقطة وتعويض أيضاً المركز لإيجاد نصف القطر لكن يجي الطالب بطريق ثاني يقول أستاذ أن نصف القطر هو البعد أو المسافة بين أي نقطة تنتمي للدائرة ومركز الدائرة بتطبيق قانون المسافة بين النقطة والمركز أو بين نقطتين ألا وهي النقطة التي تنتمي للدائرة والمركز نجد من خلالها نصف القطر ثم نذهب نأخذ نصف القطر والمركز وتعويض بالمعادلة القياسية نستعرض قسم من إجابات الطالبات أو الطلاب مثلاً الطالبة آية غزوان الخامس الأحيائي من إعدادية أسماء للبنات مديرية صلاح الدين قسم سام الله فكانت إجابة الطالبة ألا وهي عزيز الطالب لاحظ استخدم الطريقة أنا وهي إيجاد نصف قطر وهو البعد بين النقطة بواحد وسبعة والمركز ألا وهو سالب ثلاثة وأربعة وبتطبيق قانون المسافة وجدة نصف القطر هو خمسة فكان معلوم نصف القطر وبما أنه معلوم مركز هذه الدائرة من خلال السؤال إذن أستطيع التعويض عن المركز ونصف القطر بالمعادلة القياسية وإيجاد المعادلة بشكل كامل مزين لح نشوف الجواب اللي أيضا كان الجواب بنفس الطريقة عزيز الطالب ألا وهو لو نلاحظ نمسح الإجابات أو الأفوان هذه في بعض الكتابة حتى يكون عندنا الجواب بشكل كامل أيضا أنا هنا استخدمت قانون المسافة لإيجاد نصف القطر وطبقت قانون المسافة بين النقطتين بين النقطة P التي تنتمي للدائرة ومركز هذه الدائرة وكان القانون مثل ما درست أنت عزيز الطالب بمراحل سابقة طبقت القانون وكان عندي نصف القطر ألا وهو جذر 25 وجذر 25 هو R بكتابة المعادلة القياسية للدائرة التعويض عن المركز B الـ H عندي سالب ثلاثة الـ K عندي موجب أربعة نصف القطر هو يساوي خمسة التعويض بالقيم العددية ونجد المعادلة أو معادلة الدائرة بشكل كامل هذا ما يتعلق بالنسبة لمن أعزائي الطلبة بالنسبة للسؤال الثاني ننتقل وين هنروح للسؤال الثالث وكان سؤالنا الثالث ألا وهو عفوا جد معادلة الدائرة التي مركزها يقع على محور السينات وهنا تكلمنا قبل لحظات ذكرنا لإيجاد معادلة الدائرة نحتاج إلى مركز الدائرة ونصف قطر الدائرة هنا ذكرني جد معادلة الدائرة التي مركزها يقع على محور السينات بما أنه ذكر المركز يقع على محور السينات هنا نتأكد على أنه المسقط الصادي للمركز هو يساوي صفر أي بالتعبير آخر قيمة الكي للمركز هو يساوي صفر نستنتج على أنه المركز يساوي H وصفر إذن كان هسا المركز معلوم H وصفر زيان يقع على محور السينات رح يكون مركزها يقع على محور السينات إذن سوف يكون المركز H وصفر وتمر بالنقطة ثلاثة واحد عزيز الطالب ونصف قطرها جذر اثنين زين يجي الطالب يقول استاذ آني أنت ذكرت قبل لحظات نحتاج مركز ونحتاج نصف قطر زين وأن المركز هنا كان معلوم نصف القطر ألا وهو جذر اثنين والمركز مجهول كيفية إيجاد مركز هذه الدائرة وبالتأكيد إحنا ذكرنا المركز يقع على محور السينات إذن سوف يكون المركز ألا وهو H وصفر فإذا أرفت قيمة H إذن استطيع أوجد مركز هذه الدائرة ننتقل لقسم من إجابات قسم أو بعض الطلبة كان بالنسبة للسؤال الثالث نعم أذرني هنا عزيز الطالب لو نلاحظ شوية كمثال الجواب يكون ما نستطيع أنه نكبره كان نقطة المماس وليس نقطة المماس عزيز الطالب هنا التعبير يجب أن يكون تعبير الطالب يذكر فيه نقطة المركز أو المركز للدائرة هو يكون H وصفر والسبب لأن المركز يقع على محور السينات هنا الطالب مكمل على أنه معوض المركز بH وصفر ويساوي R تربيع معوض أيضا النقطة ألا وهي النقطة التي الدائرة تمر بها هي ثلاثة وواحد فعندي نقطة وعندي مركز يبقى عندي نقطة عفوا ألا وهي والمركز H وصفر بعمليات رياضية وتكوين معادلة يصبح عندي معادلة أو معادلة من خلالها أوجد قيمة H وهنا رح يكون عندي احتماليا لH أي للمركز احتماليا أي سوف يكون لدينا أيضا احتماليا لمعادلة الدائرة نستعرض جوابنا هنا بما أنه المركز عزيز الطالب ينتمي لمحور السينات إذن سوف يكون للمركز H وصفر نصف القطر جذر اثنيا والنقطة P ثلاثة وواحد التي تمر بها الدائرة بنفس الطريقة عزيز الطالب كتبنا المعادلة عوضنا النقطة بالمعادلة عن X وعن Y فأصبحت ثلاثة ناقصا H لكل تربيع زائدا واحد ناقصا صفر لكل تربيع يساوي جذر اثنيا تربيع بفتح مربع الحداني عزيز الطالب واحد ناقصا صفر واحد تربيع واحد يساوي اثنين عمليات رياضية ترتيب الحدودية بشكل كامل لو تلاحظ أصبحت المعادلة H تربيع ناقصا 6H زائدا 8 يساوي صفر بتحليل بالتجربة ليصبح لدينا H ناقصا 4 مضروبا H ناقصا 2 يساوي صفر استخدام خاصية الضرب الصفري لنجد من خلال قيمة H يساوي 4 هذا الاحتمال الأول إذن أصبح المركز بالاحتمال الأول هو 4 وصفر وما ننسى R قيمته جذر 2 فرح تصبح عندي احتمال لدائرة عوضت عن المركز بـ 4 وصفر لتصبح لدينا المعادلة ألا وهي X ناقصا 4 لكل تربيع زائدا Y تربيع يساوي 2 وهذا المعادلة باحتمال المركز 4 وصفر ونصف القطر جذر 2 أما الاحتمال الثاني ألا وهو H ناقصا 2 يساوي صفر إذن H يساوي 2 إذن المركز سوف يكون 2 وصفر ونصف القطر هو جذر 2 أيضا بتعويض بالمعادلة القياسية لينتج لدينا المعادلة X ناقصا 2 لكل تربيع زائدا Y تربيع يساوي 2 وهذا هو المعادلة القياسية للدائرة هذا باحتمال المركز 2 وصفر ونصف القطر جذر 2 هذا ما يتعلق النسبة للسؤال الثالثة عزاء الطلبة ننتقل للسؤال الرابع جد معادلة الدائرة التي نهايتين قطر فيها يعني أعطاني نقطتين يعني بالتأكيد هنا بالسؤال ذكري بالسؤال جد معادلة الدائرة التي نهايتين قطر فيها يعني تمر بالنقطتين لكن هاي النقطتان هما تمثل نهايتين قطر فيها لا معلوم عندي نصف القطر ولا معلوم عندي المركز كيفية الاستفادة من خلال المعلومة المعطاعة في السؤال لإيجاد مركز ونصف القطر للدائرة لإيجاد معادلة الدائرة كثير من الطرق عزيزي الطالب كثير من الإجابات وصلتنا بالنسبة لأن السؤال يحل بأكثر من طريقة لكن هنا الطالب بالتأكيد رح يلجأ للخيار البسيط جدا ألا وهو بما أنه ذكر نهايتي قطر فيها إذن سوف يكون المركز هو منتصف البعد بين نهايتي قطر هذه الدائرة بما أنه هو قطر إذن نصف القطر هو يمكن إيجاد الطالب بتطبيق قانون المسافة بين النقطتين ثم إيجاد القطر بعد ذلك قسمة القطر على اثنين لينتج لدينا نصف القطر أو باللجوء لطريقة ثانية بما أنه أنا رح استخرج المركز إذن بعد المركز عن أي نقطة من النقطتان عن P1 أو عن P2 يمكن استخراج نصف القطر بشكل مباشر ثم من بعد ذلك الانتقال إلى المعادلة القياسية للدائرة لاحظ قسم من الإجابات عزيز الطالب مثلا الطالبة زينب كريم حمدي من ثانوية الريان للبنات تربية صلاح الدين لجأت لإيجاد مركز هذه الدائرة بتطبيق قانون المركز لاحظ عزيز الطالب قانون المنتصف عفوا بين النقطتين P1 و P2 لاستخراج مركز هذه الدائرة وهذا بالتأكيد السبب ليش؟ لأن هنا النقطتان هما نهايتي قطر في الدائرة بعمليات رياضية وجدت المركز على وهو أربعة وثلاثة ثم الانتقال لإيجاد نصف القطر وهنا بهالحالة طبقت قانون المسافة بالتأكيد بين المركز ولجأت لنقطة P1 ألا وهي ثلاثة وأربعة وجدت نصف القطر ألا وهو جدر اثنين ثم الانتقال بكتابة المعادلة وكتابة المعادلة القياسية شكرا للطالبة زينب وهنا بالحالة رح ننطيج الدرجة ولو احنا ليس في موقع تقييم لكن نشكر الجهود من كثير من الطلبة الأعزاء لمشاركتهم ولبذل جميع الجهود لفهم المعلومة بشكل كامل فهنا نقول لك عشرة على عشرة وعاشة الأيادي ننتقل للجواب الذي وضعناه عزيز الطالب بالنسبة المن بالنسبة للطريقة لإيجاد معادلة هذه الدائرة كتبنا القانون أيضا وجدنا هنا بالنسبة بطبقنا قانون المسافة وجدنا قطر هذه الدائرة عزيز الطالب عفوا خلينا نمسح شوي هنا الكتابة وجدنا هنا أنا لجأت إلى طريقة وهو تطبيق قانون المسافة بين النقطتين لإيجاد القطر لاحظ عزيز الطالب وجدنا شنو طبقنا قانون المسافة بين النقطتين P1 و P2 وجدنا قطر هذه الدائرة واللي هو كان جذر الثمانية وجدر الثمانية هو اثنين جذر الثمين هذا هو قيمة منه قيمة 2R أي قيمة القطر زينا أنا أريد نصف القطر فأقسم هنا الطرفي المعادلة على اثنين سوف ينتج لدينا نصف القطر هو جذر الثمين ذهبت بعدين وين لإيجاد مركز هذه الدائرة بتطبيق قانون المنتصف بين النقطتين بين P1 و P2 بتطبيق قانون المنتصف الذي درسته سابقا عزيز الطالب X1 زائد X2 مقسوما على اثنين لإيجاد المسقط السيني للمركز فارزة Y1 زائد Y2 مقسوما على اثنين طبقت بقانون المنتصف عزيز الطالب لينتج لدينا مركز هذه الدائرة هو 4 و 3 و ثم نهاية تعويضنا بالمعادلة القياسية لينتج لدينا المعادلة القياسية لهذه الدائرة ألا وهي X ناقصا 4 لكل تربيع زائدا Y ناقصا 3 لكل تربيع يساوي 2 وهذا بالتأكيد بتربيع نصف القطر ألا وهو جذر 2 فيكون مربع نصف القطر هو يكون 2 هذه هي المعادلة القياسية للدائرة فشكرا جزيلا ما يسعنا لا نشكر جميع الطلبة عن الأجوبة المتواصلة والكثيرة بالنسبة لسؤال سؤال الخامس جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين الإحداثيين وتمر بالنقطة 2 و 4 لاحظوا يا عزي الطالب أيضا جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين الإحداثيين وتمر بالنقطة هنا ذك اللي بس تمر بالنقطة نصف قطر مجهول و مركز هذه الدائرة أيضا مجهول لكن هنا إذا كانت الدائرة تمس المحورين الإحداثيين فسوف يكون تمس المحورين الإحداثيين السيني والصادي فسوف يكون مركزها ينتمي لأحد الأربع الأربعة أما بالربع الأول أو الربع الثاني أو الربع الثالث أو الربع الرابع لكن سوف يكون المسخط السيني كبعد مطلق مطلق H يساوي مطلق K وبالحالتين سوف يكون مساوي لنصف القطر اللي هو R فلو كان المركز بالربع الأول وتمس المحورين سوف يكون المركز هو R بR ولو كان الدائرة تمس المحورين ومركزها بالربع الثاني فسوف يكون سالب R موجب R وهكذا ببقية الأربع زين خلنا نشوف قسم من الأجوبة اللي وصلتنا عن هذا السؤال أيضا للطالبة زينب كريم بالنسبة للسؤال الخامس لجأة الطالبة قالت استاذ بما أنه تمس المحورين إذن R يساوي مطلق H ويساوي مطلق K إذن R سوف يذهب ليساوي البعد يساوي H و K إذن هنا بالحالة كتبت المعادلة لاحظ وياي وبالتعويض عن H و K و R بالبعد و هو بقيمة المجهول اللي هو R عفوا فلح تصبح المعادلة بدلالة المجهول الواحد المتغير الواحد اللي هو R فبالتأكيد إذا عرفت R أنا عرفت نصف القطر و عرفت مركز هذه الدائرة و حسب النقطة لكن أنا ردت تبس شوية أرجع وياك عزيز الطالب لجوز فاتتنا من باب التنويه هنا بالنسبة للسؤال بما أنه ذكر جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين الإحداثيين وتمر بالنقطة 3 في 4 هنا لو ألاحظ هذه النقطة المسقط أو عفوا إشارتي المحورين أو عفوا الـ X والـ Y موجبات إذن هنا سوف تكون النقطة في الربع الأول وبما أنه تمس المحورين إذن سوف يكون هذه الدائرة بالربع الأول فهنا بهالحال جيت عوضت عن R عن H وعن K وعن قيمة R بكلية بالمعادلة القياسية بدلالة R لتصبح المعادلة بدلالة المجهول الواحد ورح نستعرض جوابنا عزيز الطالب حتى يكون شوية بوضوح أكثر ألا وهو كان الجواب بالشكل الآتي عزيز الطالب R بما أنه تمس المحورين الإحداثيين إذن R يساوي مطلق H ويساوي مطلق K عوضت عن H بR عوضت عن K بR عوضت عن قيمة R تلبية بما أنه تمر بالنقطة 2 و4 إذن النقطة تحقق معادلة الدائرة فعوضت عن X وعن Y 4 لتصبح لدينا هذه المعادلة وقع هنا اللي يريد من عندك عمليات رياضية عزيز الطالب بفتح مربع الحدانية ل2 ناقصا R كل تربيع و4 ناقصا R كل تربيع لتصبح لدينا الملاحظة أو عفوا المعادلة اللي موجهة أمامك لو بإجراء عمليات اختصار وتبسيط R تربيع زائدا R تربيع رح يكون عندنا هنا بالنقص عفوا لو نقلت R تربيع رح يكون سالب R تربيع رح يحذف يبقى عندنا فقط R تربيع سالب 4R سالب 8R يسعو سالب 12R 4 زائدا 16 رح يكون الجواب 20 هنا المعادلة لو ألاحظ أحللها بتحليل التجربة ثم استخدام خاصية الضرب الصفري أما أو فأما R ناقصا 10 يساوي 0 إذن R يساوي 10 إذن الاحتمال الأول سوف يكون نصف القطر R يساوي 10 والمركز هو 10 و 10 لتصبح لدينا الاحتمال الأول لمعادلة هذه الدائرة X ناقصا 10 لكل تربيع زائدا Y ناقصا 10 لكل تربيع يساوي 100 أما الاحتمال الثاني اللي هو R ناقصا 2 يساوي 0 إذن R يساوي 2 إذن سوف يكون نصف القطر هو 2 والمركز 2 و 2 وأيضا لتصبح لدينا المعادلة X ناقصا 2 لكل تربيع زائدا Y ناقصا 2 لكل تربيع 4 هذا ما يتعلق بالنسبة للسؤال الخامس زائل ننتقل وين خلوا نروح للسؤال السادس والأخير كان السؤال السادس لا وهو جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط P1 P2 P3 بما أنه جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط هنا تمر بثلاث نقاط زائل وين راح ألجأ نا اختدام للمعادلة العامة للدائرة تذكر المعادلة العامة بالتأكيد عايز الطالب ألا وهي X تربيع زائد Y تربيع زائد AX زائد BY زائد C يساوي صفر زين بما أنه تمر بثلاث نقاط إذن كل نقطة أستطيع عوضها بالمعادلة وتحقق معادلة الدائرة ولجأة المن لجأة للمعادلة العامة للدائرة مثل ما موضحة أمامك زين لحروع لتعويض النقطة واحد وصفر عوضت النقطة وعوضت عن X وعن Y ليصبح لدينا علاقة ألا وهي A واحد زائد A زائد C يساوي صفر من خلال هالمعادلة أقدر أستوي علاقة ألا وهو قيمة A يساوي سالب واحد ناقصا C زين رحت وين رحت رحت لمعادلة ثانية رحت لمعادلة ثانية عزيزي الطالب فرح يكون عندنا رح يكون عندنا تعويض النقطة الثانية ألا وهي ثلاثة عفوا صفر وواحد عوضنا النقطة واحد وصفر انتقلنا للنقطة صفر وواحد وأيضا بنفس الطريقة لينتج لدينا واحد زائد B زائد C يساوي صفر سويت علاقة أيضا بقيمة B يساوي سالب واحد ناقصا C إجدت لاحظ قيمة A سالب واحد ناقصا C قيمة B سالب واحد ناقصا C إذن أستنتج على أنه قيمة A تساوي قيمة B إذن ذهبت لتعويض النقطة الثالثة ثلاثة وأربعة وأعوض عن قيمة A سالب واحد ناقصا C وعن قيمة B سالب واحد ناقصا C لأجعل المعادلة بدلالة المجهول الواحد لو ألاحظ ويعزي الطالب هنا هذا بالنسبة المن بالنسبة لمن بعد تعويض النقطة ثلاثة وأربعة زين عوضت هنا لجئت بما أنه أي ساوي بي فرح أجعلها المجهول الواحد عوضت عن قيمة B بA لأنهم قيمتان متساويتان فرح يكون عندي 25 زائد 7 أي زائد C يساوي صفر عوضت عن قيمة A عزيز الطالب سالب واحد ناقصا C إذن أستنتج من خلال عمليات رياضية أوجد قيمة C وكانت قيمة C تساوي موجب ثلاثة تعويض قيمة C مرة عوضها في أعوض لإيجاد قيمة A ومرة أخرى أعوض لإيجاد قيمة B لينتج لدينا قيمة A سالب أربعة وقيمة B أيضا سالب أربعة إذن أصبحت المعادلة العامة للدائرة مثل ما موضحة أمامك عزيز الطالب X تربيع زائد Y تربيع ناقصا 4X ناقصا 4Y زائد ثلاثة يساوي صفر زين أعنب بهذا الوقت أنهينا نكون أنهينا بالنسبة للاختبارات الستة أعزائي الطلبة ننتظر أجوبتكم أعزائي الطلبة للأسبوع القادم ما يخص طلبة صف الخامس الألمي بالفرعين الأحياء والتطبيقي إذا ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة